بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم عزيزي التلاميذ تلاميذ سنة أولى متوسط اليوم شاء الله رح ندامعكم أول حصة في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا رح نبدأ في الموضوع الأول لهو فرض الفصل الأول إذن الفرض الأول طبعا الفرض للفصل الأول يحتوي على وضعيتين الوضعية الأولى فيها جزئين أو يحتوي على جزئين الجزء الأول والجزء الثاني الجزء الأول محمد تلميذ في السنة أولى متوسط أراد معرفة العناصر المستعملة في الكهرباء ساعده فيما يلي ألف أكمل الجدول التالي إذن لديك جدول للعناصر الكهربائية يطلب منك أن تملأ هذا الجدول يعني ما هو الرمز النظامي لكل عنصر وما هو اسم كل عنصر سؤال الثاني سؤال با باستعمال عناصر الكهربائية السابقة مثل مخططا نظاميا لدارة كهربائية بسيطة وبين عليها جهة الطيار الكهربائي السؤال جيم إذا علمت أن دلالة البطارية المستعملة هي 12 فولت ودلالة المصباح هي 220 فولت ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة مع التعليل إذن هذا هو الجزء الأول للوضعية الأولى الآن الجزء الثاني الجزء الثاني أولا صنف في جدول المواد التالية إلى مواد ناقلة ومواد عازلة إذا لديك بلاستيك، الخشب، الحديد، الذهب، ماء ملحي، الزجاج والفضة تصنفها من مواد ناقلة ومواد عازلة يعني المواد الناقلة تكتبها هنا والمواد العازلة تكتبها هنا السؤال الثاني أكمل الفراغات التالية ألف نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بنقاط يعني تكمل ما هي المواد التي كيف نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء والتي لا تسمح بمرور الكهرباء بنقاط السؤال با ينتقل الطيئة الكهربائية في دارة كهربائية من إلى إذن من إلى إذن تكمل الإجابة الصحيحة هذا بالنسبة للوضعية الأولى الآن الوضعية الثانية الوضعية الثانية بمناسبة الدخول المدرسي طلبت الأم من ابنها الصغير رضا بشراء وتركيب عامود كهربائي للساعة الحائطية وعند تركيبه حسب المخطط المقابل لاحظ عدم اشتغالها فاحتار في الأمر رغم تجريب العامود الكهربائي في المحل من قبل التاجر بواسطة المصباح وتأكيد من سلامته إذن نديك هذا المخطط السؤال الأول سم العنصرين واحد واثنين إذن واحد واثنين السؤال الثنين فسر سبب عدم اشتغال محرك الساعة سؤال ثلاثة اقترح حلا مناسبا لاشتغال المحرك السؤال الأربعة أعد رسم المخطط المناسب في هذه الحالة إذن هذا هو الموضوع وهو موضوع الفرد الآن سوف نصحح هذا الموضوع إذن الإجابة إذن الإجابة الوضعية الأولى الوضعية الأولى الجزء الأول لديك الجدول التالي طبعا العنصر الأول بالاسم التاعو هو بطارية أعميدة بطارية أعميدة والرمز النظامي له هذا هو الرمز طبعا الشكل الثاني عبارة عن مصباح توهج إذن مصباح الرمز التاعو النظامي هذا هو والشكل الثاني عبارة عن سلك توسيل إذن هذا هو الرمز النظامي لسلك توسيل والشكل الآخر قاطعة إذن هذا قاطعة هذه هي قاطعة هذا هو الرمز النظامي قاطعة مفتوحة إذن سؤال با سؤال با طلب منك إذن سؤال با وعدك رأت السؤال باستعمال العناصل الكهربائية السابقة يعني نستعمل هذه العناصر الكهربائية مثل مخططة نظامية لدارة كهربائية بسيطة وبين عليها جهة الطيار الكهربائي طبعا نأخذ هذه العناصر الكهربائية ونمثل بها مخطط نظامي لدينا هنا بطارية أعمدة أو مولد لديه قطب موجب وقطب سالب هنا توجد قاطعة مفتوحة وأسلاك طبعا هذه أسلاك توصيل وهنا مسباح كهربائي إذن هذا هو التمثيل ثم سؤال جيم إذا علمت أن دلالة البطارية المستعملة هي 12 فولت ودلالة المسباح 220 فولت ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة طبعا هنا لو شفتوا أن الدلالة البطارية المستعملة رهي أقل بكثير من دلالة المسباح إذن علما أن دلالة البطارية المستعملة هي 12 فولت ودلالة المصباح 120 فولت فبعد غلق القاطع طبعا نلاحظ عدم توهج المصباح طبعا 12 فولت يعني للبطارية لا تكفي لتوهج المصباح الذي دلالته 220 فولت إذن التعليل هو لأن دلالة البطارية المستعملة 12 فولت أصغر بكثير من دلالة المصباح 220 فولت فهي إذن لا تكفي لتوهجه إذن هذا هو الجواب على الجزء الأول من الوضعية الأولى الآن الجزء الثالي تصنيف في جدول المواد التالية طبعا تصنف هذه المواد في الجدول كما طلب منكم المواد النقلة والمواد العازلة إذن أولا لدينا بلاستيك طبعا بلاستيك يصنف من ضمن المواد العازلة الخشب كذلك من ضمن المواد العازلة الحديد طبعا الحديد عبارة عن معدن ونعلم أن كل المعادن هي ناقلة إذا الحديد يكون من ضمن المواد الناقلة الذهب كذلك هو معدل ماء ملحي طبعا الماء الملحي كذلك كنا أنها من المواد الناقلة لو كان الملح وحده يعني الملح مسحوق الملح طبعا لا ينكل الطيار الكهربائي مع أنت هالملح لما يكون مسحوق فيعتبر من المواد العازلة ولكن ماء ملحي يعني الماء نزيد له الملح فيصبح ناقل للطيار الكهربائي الزجاج من العوازل الفضة من النواقل طبعا كل معادن هي ناقلة للكهرباء السؤال الثاني أكمل فراغات التالية إذن نسمي المواد التي تسمح بمرو الكهرباء طبعا بالنواقل إذن المواد التي تمرر الكهرباء تسمى بالنواقل والتي لا تسمح بمرو الكهرباء تسمى بالعوازل السؤال با ينتقل الطيار الكهربائي في دارة كهربائية دائما من القطب الموجب للمولد إلى القطب السالب للمولد حذاري من القطب الموجب إلى القطب السالب الآن بالنسبة للوضعية الثانية إذن نحلو الوضعية الثانية بمناسبة الدخول المدرسي طالبت الأم من ابنها الصغير رضا بشراء وتركيب عمود كهربائي للساعة الحائطية وعند تركيبه حسب المخطط المقابل طبعا هذا هو المخطط إذن لحظ عدم اشتغالها فاحترف الأمر رغم تجريب العمود الكهربائي في المحل من قبل التاجر بواسطة مصباح وتأكيد سلامته إذن السؤال الأول هو سمي العنصرين واحد واثنين طبعا العنصر واحد يسمى بمحرك كهربائي العنصر الثنين يسمى بالصمام الضوئي إذن الصمام الضوئي والمحرك الكهربائي سؤال الثنين فسر بسبب عدم اشتغال محرك الساعة يعني لماذا من أجل سلامة كل هذه العناصر ولكن طبعا هناك عدم اشتغال الساعة الحائطية إذن ما هو تفسرك لذلك؟ طبعا عدم اشتغال محرك الساعة يعود إلى التركيب الخاطئ للصمام الضوئي يعني حيث أن الطيار نعلم أن الطيار يمر في جهة واحدة من الصمام الضوئي ولا يمر من الجهة المعاكسة لاحظوا إذن طيال تهربائي لما يأتي من القطب الموجب ويصل إلى هنا يجد حاجز إذن لا يستطيع المرور لذلك طبعا عدم اشتغال محرك الساعة يعود إلى التركيب الخاطئ لصمام الضوئي حيث أن الطيار لا يمر في الجهة المعاكسة له إذن السؤال رقم 3 اقترح حل المناسب لاشتغال المحرك طبعا لكي يشتغل هذا المحرك هناك طريقتين إما أننا نقلب الصمام الضوئي أو نقلب قطبي المولد إذن هناك طريقتين إذن الحل المناسب لاشتغال المحرك هو إما أن نقلب أقطاب المولد أو قطبي المولد مثل هذا الشكل إذن هنا قلبنا قطبي المولد هنا كان عندنا الموجب هنا والسلب هنا إذن لما قلبنا قطبي المولد تشيدة الطيار دائما جهتها من قطبي الموجب نحو السالب إذن تمر شدة الطيار من هنا ولا تجد الحاجز يعني لا يمنعها الحاجز لكي تمر شدة الطيار وبالتالي فسوف يؤدي إلى تحريك أو دوران المحرك أو تشغيل المحرك أو أننا يمكن أن نقلب الصمام الضوئي إذن نقلب الصمام الضوئي لكي عندما تمر شدة الطيار إذن طبعا من الموجب وتأتي إلى الصمام فلا تجد الحاجز هنا وبالتالي يجد الطيار تمر ويشتغل المحرك الكهربائي طبعا السؤال الأخير أعد رسم المخطط المناسب في هذه الحالة طبعا هذا هو هناك مخططين مناسبين لاشتغال المحرك الكهربائي إذن هذا هو الموضوع الثانية اليوم يعني موضوع لهو فرض للفصل الأول إن شاء الله تكونوا فهمتوا أبنائي إذن إلى حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم